طيب فيه مشهد مش هقولك في مصر تكلمه عنه ويمكن في العالم كله تكلمه عنه ان الام فعزة ابنها الشهيد بيكون متمسكة جدا وقوية جدا يعني القصف انا متخيلة ان انت قرتي دي ان احنا عايشين وتولدنا وتربينا على الاصوات دي وعلى الدرب ده وان احنا بنفقد ناسه بس احساس الام وهي بتدفن ابنها الشهيد بيكون صعب جدا وانا يعني يا رب ما حد فينا يعني يدفن ابنه بس يعني الموضوع بيكون صعب لدرجة غريبة ان الستة تفضل قوية بهذا المنظر والمشهد ده انا محتاجاكي تش رح يقولي هي عارفة وميقنة تماما انه هذا ابنها رح يكون عند ربنا في مكان احسن في مكان افضل بكتير من الام مكان الشهيد لسه احسن بكتير انه يصير بعيد الشر لأي طفل او اي شاب انه يفقد اعضاء اطرافه انه يفقد عينه انه يعيش طول الوقت على كرسي متحرك الستة الفلسطينية ايمانها كبير انه ربنا حيعودها خير او حيعود هاي البلد برجال افضل الرجال يقاوموا الشهيد هذا هو نفس الروح حتيجي وتحارب وتقف صف المقاومة وتحارب الاحتلال يعني احنا شفنا قوة المقاومة بالساحة في قطاع غزة ما حدا متخيل انه مش المقاومة انا ميقنة تمام الايقان انه ربنا بعد جنوده ليحاربوا ويكونوا سند لمقاومتنا داخل الارض في وجه الاحتلال صدقيني هاي القوة الانسان بضعف احيانا طبعا بس هاي القوة بزيادة كأنها مش قدمية ربنا بيبسها في قلوب المقاومين وبيسندهم بشكل او باخر ونفسه الاحتلال لك احنا بنحارب اشباح بقطاع غزة وهو فعلا بيحارب اشباح هو ما بيقدر زي ما بي نفقد اطفال ونساء وشباب وشيوخ ومقاومين ايضا كمان هما بيفقدوا جنودهم بكفل الضعر اللي هما فيه في جيشهم طبعا انا كنت عايزة اسألك على الموضوع ده احنا طبعا بنشوف في السوشال ميديا الناحية بتاعة غزة والناس اللي بدعم القضية الفلسطينية وكلام ده بنشوف شوية حاجات عن اللي بيحصل في اسرائيل لكن عمرها ما بتكون الصورة واضحة جدا ان هم عايشين ازاي او ايه اللي بيحصل فيهم تقدروا يتقول لنا حاجة على الموضوع ده بالنسبة لغزة بالنسبة لإسرائيل لإسرائيل شوفي هو احناك في تعطيم عن الاعلامي بزبط انه فيه اي شي بيصير اصلا هم دايما شايفين حالهم انه هم المنتصرين بزبط دايما بيطلع وزير الدفاع او وزير الامن الاسرائيلي او ناتنياهو انه احنا جيشنا منتصر وانه احنا دخلنا عمق قطاع غزة وانه احنا منتصريين وانه احنا وبعتقلوا على فكرة كتير من الشباب اللي موجود داخل القطاع على الحواجز اللي هم بيحكونا هي امنة بعتقلوا شباب واعتقلوا كمان فلسطينيات في عشرة فلسطينيات اعتقلوهم ونقلوهم لسجون بالداخل فهو دايما بنقل انه احنا منتصرين رغم كل الدمار اللي بتسبب المقاومة داخل الاراضي المحتلة ولكن هو دايما عايز بيين للعالم الغربي وشعبه اللي خارج مش الداخل اللي الداخل عارفين ومنقنين بالخسارة ولكن عندهم حكومة تعاند ولا تعترف بخساراتها طب ايه اللي بيحصل جوه في الاراضي المحتلة في الاراضي المحتلة هو عشان يعني يغطي على خسارته هو بيعمل عمليات اشتياح لمخيمات في جنين ونابلس وطول كريم ورامالله بدخل باعتقل كثير من المواطنين أسم المدن ومنع الحركة بشكل كبير بعتدي عليهم أثناء حركتهم للوصول لأشغالهم تقريبا الحياة هناك في الضفة تكاد تكون متوقفة بسبب الحواجد والإهانات والتمادي في الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال هو طول الوقت عايز يبين أنه أنا تمام أنه أنا مسيطر على الأرض وما فيش أي حدا يعني احنا شفنا كمان حتى المخيمات جنين قصفت بالطيران هي أول مرة تصير أنه الاحتلال يقصف الضفة بالطيران كان دائما الاجتياحات بتكون برية فكرة أنه أنا في الوقت هذا أنه أنا أقصف طيران هو بيحاول أنه يخلي كل الأراضي الفلسطينية في حالة غليان وفي حالة تهجير زي ما هو بده يعمل ولكن أنه صمود شعبنا بالداخل هذا مجننه مش مخليه سيطر يعني أنت شفت قطاع غزة قديش فيه ضمر وقديش فيه شهداء والناس نس عايزين معبودة ومش عايزين يمشوا محدش عايز يمشي بزبط هي الفكرة كلها إحنا محتاجين إيقاف للحرب هاي الرسالة اللي دائما بنحاول أن إحنا نوصلها للمجتمع الغربي ولكن أمريكا مساندة بشكل كبير يعني هي بتطلع بتقول أو إدارتها كممثلة بايدن بيقولك أنه أنا وجهت كلامي لنيتنياهو أنه يخفف ضرب بالمدنيين والكلام هذا ما فيش عندك المسكين الحكومة الأمريكية من ناحية تانية كوزير الدفاع أو الجيش الأمريكي بدعم في مليارات بدعم للجيش الإسرائيلي بتوصل يوميا مساعدات سواء كانت بشرية أو مادية أو حتى بالأسلحة بدي أحكي لك أنه حتى الأسلحة المستخدمة هي أمريكية الصنو طبعا بدك تجربي سلاح أنت اخترعتيه جربي ودي على إسرائيل ليتم قصر في قطاعها الزفي كل ما يتم استخدامه من أسلحة في قطاع غزة هي أسلحة بيولوجية بيستخدموها ليحرؤوا البني آدم ليقضوا على أي شيء في كثير من الفيروسات البيولوجية انتشرت ما بين الشعب الأسلحة بتعمل بطر للأعضاء بشكل حالي في لحظتها يعني ما بيلحق أصلا أنه يوصل للمستشفيات لو كان فيه كمان أصلا إمكانية طبية طيب نرجع للستة الفلسطينية هل هي بتربي ولادها على مثلا تعمل إيه في حالة القصف تعمل إيه في حالة لو حصل أي حاجة في الدنيا أن أنت تتصرف فيها أحنا عائلاتنا جوات البيوت بيحاول أنه هما يحتموا تحت مثلا زي بودروم للبيت أو مدخل البيت نفسه بحيث أنه لو تم قصف البيت أنه يكون هاي الجهة إلى حد ما محصنة فهي دايما بتحكي لأولادها خليك مؤمن أنه ربنا رح يحميك خليك مؤمن أنه هاي الأرض لإلك أنت بتدافع فيها بروحك لو حصل أي شيء أنت كمل مسيرتي اطلعوا احكي شو صار فيها كأم اطلعوا احكي شو صار فينا إحنا كفلسطينية ما تسكت الطفل الفلسطيني بيستوعب كل اللي بيصير حواليه زي ما حكيت لك بالبداية إحنا تركبتنا يعني يمكن ربنا لما وصفنا بشعب الجبارين يمكن هي فعلا الصفة اللي إحنا فيها هلأ يمكن من ربنا هو اللي معطينا هاي القوة أنه إحنا نكمل هو ما معطينا أنه إحنا نكون قد الحمل اللي هو وقفنا فيه المرأة بكل ضعفها هي قوية هي سند علتها هي الداعم والحامي لأطفالها بتحاول في وقت الحرب أنه هي تكون حاضنة لأطفالها تحاول هي تهديهم تغني لهم تحكي لهم قصة شفنا كتير فيديوهات كان فيه احتفالات أعياد ميلاد لأطفال والصدى مار شيم بالضبط القصف حواليها وهي بتحتفل بدهش تحسس الطفل أنه الحياة متوقفة لا الحياة مكملة وهي دي طبيعة شعبنا أنه إحنا بنكمل حياتنا حتى لو القصف فوق رأسنا شفنا الستة الفلسطينية وهي بتخبز لأولادها وتخبز لجرانها هي دي طبيعتنا أنه إحنا لازم نكون شو أحكي لك معندين معندين للحياة معندين لقوة الاحتلال أنت بدك تدمرنا بس إحنا مكملين حياتنا في الضفة حتلاقي الناس مكملة حياتها عادي بتروح مدارس في وسط القصف شو بدي أحكي لك يعني كثير فيه كلام كثير ما بتقدر أنه أنت تبص في في الحالة يمكن لأنه أنا مش موجودة كمان هناك فمش قادر أوصل لك الشعور الحقيقي للشعب الفلسطيني جوات القطاع فيه ناس كثير خايفة على ولادها طبعا وإحنا ما بننكر أنه أي حدا بيتحرك من مكان لمكان هو خايف على ولاده مش خايف على روحه هو لأنه هو ده الجريل اللي بده يبني مسير الدفاع عن فلسطين طب ناجوة أنت فلسطينية وعيشة دلوقتي في مصر إيه الرسالة اللي ممكن توجهيها للعالم كله من خلال التعانس بوجه رسالة للعالم أنه لازم وضروري أن نوقف هاي الحرب هاي الحرب ضد أطفال ضد سيدات لازم توقف لازم يكون فيه شعور ويكون فيه إنسانية أكتر اتجاه الفلسطينيين بقطاع غزة وبيتضفة كمان اللي ما تفعلها إسرائيل من تهجير قصري لشعبنا هو تصفية للقضية الفلسطينية وإحنا لم نرضى بهاية التصفية إحنا دفاعنا على القضية حتى لو اطلعنا إحنا دفاعنا على القضية مستمر فضروري إيقاف الحرب الألمية الفلسطينية الأستاذة نجو أكتفان بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة شكرا لك شكرا لك شكرا لك